نجدد صباحنا لحضراتكم مرة تانية تخيل أنك بتشارك في تصنيع أمر صناعي مش بس كده أنك كمان بتشارك في إطلاق الأمر الصناعي ده في الفضاء ده ملخص تجربة تعليمية فريدة ومختلفة جداً بتتعامل داخل عالم الميتافيرس وإلى أطلقتها هيئة الاستشعار من بعد نتعرف أكتر على مستقبل علوم الفضاء إزاي نخلي أطفالنا وأولادنا يتعاملوا مع الواقع المعزز ده اسم كده تكنولوجيا علمي هنعرفه وحنبسطه لحضراتكم وأول إطلاق لأمر صناعي في مصر نتكلم عن القصة مع الدكتورة غادة عطى يوسف رئيس شعبة التدريب العلمي بهيئة الاستشعار من البعض اللي مشرفانا ومن ورانا في استوديو صباح الخير يا مصر صباح الخير على حضراتكم صباح نور أهلا وسهلا إيه القصة أمر صناعي ميتافيرس عايزين نقولها واحدة وواحدة كده للمس نسأة نحن هائق قوامية الاستشعارة عن بعض علوم الفضاء من هداف الهائقة ناشر وعي وثقافة التكنولوجيا الاستشعار في المجتمع المصري بنشتغل أنا عشان نشعب التدريب دمين لشغوري فأنا بعمل ده على مستوى طلاب الجامعات وطلاب المدارس نحن بنشتغل دورات تدريبية بنشتغل وراش عمل بنشتغل مؤتمرات بكل ده جوال اكتفتي بتاعتنا لكن فكرنا في طلاب المدارس بشكل خاص ابتدنا نعمل لهم وراش عمل نجيب كرافت أو مرسم معي ركبوها نديهم أورنس نعمل لهم بوسترات شوية حاجات كده بحيث ان احنا نروح المدارس واكاديمية البحث العلمي كنا مشتغل معاهم حاجات كتير بعدين فكرنا قلنا طب ليه ما ندخلش للولاد بمنطق الفكر والتعليم دلوقتي الولاد دلوقتي بقيت بتشتعل على التابلت بقيت بتلعب بالتكنولوجيا عالي بقوا بيلعبوا بلاي ستيشن طب ليه أنا موصل لهمش العلم بطرقاتهم ففكرنا في ده ان احنا نعمل نارس VR أكاديمي يعني نعمل أكاديمية الواقع الافتراضي بنبسط فيها علوم الاستشعار والفضاء لطلاب الجامعات وطلاب المدارس كان مالي طلاب المدارس وابتدينا نشتغل على القصة دي لمسافة سنتين وإحنا بنشتغل سنة وإحنا بنمني الفكرة وسنة وإحنا بننفذ وفريق عمل كبير وناس تعبت كتير قوي عبال ما طلعنا للنموذج الحلو ده هو عبارة عن معمل المعمل ده في موقع الهيئة في النموذج الجديدة بيبقى فيه أربعة ميشن الولاد بيشتغلوها الفكرة جاءت ان احنا عايدين نبسط نوصل للولاد الأمر الاصطناعي لما أطلقناه بنعمل بيئي الأمر الاصطناعي الاستشعار بيطلق بنعمل بيئي الفايدة لينا احنا بنبتدي مع الولاد اللي عارفين أصلاً إيه هو الأمر الاصطناعي لا احنا بنبتدي مع الولاد من سنة أبا كده زيرو بس احنا بس أنا حبيت أعرف النقطة زي عشان عارفة احنا بنكلم لي فيه ولاد بتبقى جاي عندها شوية معلومات لأن التعليم في مصر مش بيدي معلومات كتير عن موضوع الفضاء بيدي المجموعة الشمسية الكواكب لكن الأمر الاصطناعي ايه تركيبه ايه تكوينه ازاي بيطلق كانت بعيدة عننا فما كنتش في اهتمامات لكن اعتقد مع الجمهورية الجديدة الوضع بيختلف تماماً وتطلعاتنا اختلف نعمل نعمل سبق نعمل حاجة جديدة بنوري الولاد يعني فكرنا في حدوتها حكاية سيدكورة غادة القصة دي الأطفال أو الولاد بيحبوها يعني عالم شيق جداً يعني نجد تشوف الفضاء وكمان تقدمهوله بقصة وبحكاية يعني ده اللي انتو عملتون عملتو شخصية عملنا شخصيتين أليانت الفضاء اسمهم كينوزيكا ودول عندهم مشكلة في الكوكب بتاعهم اختراع فبيحتاجوا ان هما اللي احنا شايفينهم دلوقتي قدامنا بيكلموا بيكلموا مع الولاد في كارتون وبيقولولهم ان احنا عادين حل مشكلتنا فاحنا بنقول ان هما بيستعينوا بهاقة الاستشعار ورمزنا بهاقة الاستشعار ببروفيسون نارسو نسبة الى الناسونال اصارتي في الهوم السنسيان سبيس ساينس فبروفيسون نارسو حتى الاسم متاخد من ابريفياشن بتاع المصطلحات بتاع الهيئة وابتدى بقى ياخدهم اول ميشن هم اربع ميشن في اللاب مدة تساعة وان اول الاول بيكلم معهم الاثنين وابعدين بيلبسهم بيدا الفضاء زي ما شفنا على الشاشة كده الولاد بيلبسوا بيدا الفضاء يعني فيه شاشة وفيه كنات بيسورهم يلبسهم فيحسوا انهم خلاص تقهابوا للرحلة المرحلة التانية بيلبسوا النظارات الـ VR من خلال النظارة بيبتأ بروفيسون نارسو يفهمهم ايه انوا على الامر الصناعية ايه تركيب الامر الصناعي هو كأنه عايش في الحالة نفسية ده الوقع المعزز ده الوقع الافتراض الافتراض الـ virtual reality اللي هو زي الميتا فيرس اللي هو بيدخل جوه الـ experience جوه الـ space lab كأنه جوه يعني لما بنفك النظارة من الناس بيعملوا كده احنا كنا في حتة تانية خالص بيعرفهم بيكلمهم حتى احنا لما نكلمهم بيبقوا مستمعين هم بيسألوا بيتكلموا بيعني بيردوا على الاسئلة هو بيسمع بس هو بيسمع بس المرحلة الاونية بيسمع بيفهموا ايه هو الامر الصناعي وايه تركيبه و ايه انواعه بعد كده بيبدأ يركب البرد بتاع الامر الصناعي برد برد بيبدأ يقولوا انت هتعمل كذا و احنا معين لان انا ببقى شايفة هو من خلال شاشة هو بيعمل ايه ببقى اوجهه هتركب البرد بعد ما بيركبه هم بيبقوا تمانية اولاد بيلعبوا معنا كل اربعة بيبقوا تيم مع بعض بعد ما بيركب كل واحد البرد بتاعته بيبقى في شاشة مكتوب ايه البرد دي و ايه بتعمل ايه عشان الجوز العلمي بالنسبة لي مهم ان هو يتعلم مش يلعبوا بس انا مزكت العلم باللعب بعدين بيبدأ يركب كل جروب اربعة بيعودوا على رون تيبل كذا و بيقبوا شايفين بعض اللي هي الفكرة تريمية ان انا شايفة انا بشتغل وانا وقفة لكن بتحرك جوه وبشوف صاحبي بروح اسلم عليه واركب معا الامر الصناعي وبعد ما يركب الامر الصناعي بيجي درون ياخده يدخل بين مرحلة تانية الاطلاق بيشارك في الاطلاق وبيشوف الامر الصناعي هو بيطلق وبعدين يدخل مرحلة تانية الابزورفيشن بيشوف الأمر الصناعي هو بيليفت حوالين الأرك فيبقى الولايات خلصوا تجربة الـ VR في عشر دقائية بعد كده بينتقلوا إلى الـ Round Table بيعوضوا الولايات عليها بيشوفوا بعد كده المحطة الأرضية الأمر الصناعي أطلق طلع داتا الداتا دي راحت فين؟ راحت المحطة الأرضية المحطة الأرضية بتتقبلها بتعملها إميش بروستسنج كل ده بروفيس النرسو بيحكي وبيكلمهم على الـ Round Table من خلال شاشة كارتون برضو وعملنا سيميليشن لمحطة أسوان للهيئة وبعدين بيبدأوا بقى يطلعوا صورة الأمر الصناعي يا جماعة يلا ركبوا البازل بنتفي الشاشة بنتطلع البازل للولاد بياخدوا صورة مصر ويركبوها بازل كل واحد ليه جزء أسمناها أربعة بيركبها بعد كده ندخل المرحلة تأكيد على العمل الجماعي أنهم متقسمين عشان الصورة تكمل مش هتكمل غير لما الأربعة الأربعة يشتغلوا فكده عندنا صورتين كاملين لأنهم أربعة جروب الواقع المعزز اللي هو الاغمانتد رياليتي بيصورها بالتابلت الصورة الأمر الصناعي فبيشوف بيطلع له بروفسور من ناسه بيوجهه برضو جوا وبيقول له تدوس على المكان اللي فيه الخام اللي انت عايزه اللي هي المعادن أو الصخور بيدوس عليه بيطلع له الجبل عميين سيميوليشن للجبل في الواقع دي مرحلة بقى أعلى من الفيرتشور رياليتي أو من الواقع الافتراضي هنا بقى بيتعايش التجربة بشكل ملموس خرق بين الواقع الافتراضي وواقع المعزز الواقع الافتراضي أنا بدخل جوه الكيان اللي هو أنا جوه بالندارة بجسمي بكلي أنا جوه لكن الواقع المعزز بيبقى تابلت وأنا بشوف التابلت بس أنا في مكاني وحسب بالنيس بشوفه 3D جوه التابلت فأنا بشوف الجبل وبتعامل معي بيعمل كوليكشن للداتا لغاية ما يلاقي السخور والمعادن بيحصل عليها كل الداتا دي رهيب يعني بتحكينا وكأننا شايفين الواقع أزمل لازم تيجوا تزورونا الواقع غير إحنا نريجي نزورك إحنا عايزين نعرف دلوقتي كل بيشوفونا أكيد عايزين يعرفوا التفاصيل نيجي إزاي هل في ويب سايت هل في أطفال بتعمل نعلم عليه اللي هو نارس بيار أكاديمي هل يقوله بس تاني نارس بيار أكاديمي بيدخل عليه بيشوف كل الولاد بقى اللي اشتغلوا قبل كده إحنا فتحنا في شهر تسعة لكن ابتدنا فعلا شهر عشرة استقبلنا حوالي عشرين طالب مدارس وجامعين مقاروك يا فندم الهاتف الشعار من البعض النوزهة الجديدة وده مفتوح لأي حد ممكن ييجي المدارس بتيجي بتتواصل معنا وبتعمل لإن إحنا بندخل تمانية تمانية فإحنا بيبقى العدد محدود ولازم يبقى فيه وقت عشان نعقب الأجهزة ونعقب لأولاد بتوعنا يبقوا آمنين يوم طامنين عليهم فبندخل الموضوع محتاج زيارات مدرسية ولا ممكن الناس تأبلاي لوحدها أو تتقدم لوحدها وممكن الناس كده وكده عندنا ناس بتيجي من خلال فيسبوك بتتواصل معنا في رقم تليفون جوه المجموعة بتبقى تمانية بيخش على بعض مراحلنا بنبدأ من 12 لغاية 18 بس الحقيقة إحنا قلنا كده لكن بيجينا عشرة وبيجينا طلاب جامعات كتير جدا أنا عايز أجل أنا عايز أجل أنا عايز أشوف الموضوع الجبل حقيقة حتى بكرة نادة وهي بتوصف كأن فعلا الملامح نفسها مع الخيال الفكرة كمان إن هي مش مجرد لعبة هي حقيقة يعني سمعنا إن أنا عملت سيميوريش يعني السبيس ليب هو السبيس ليب كأنه مهندس فضاء ده خد راكب أمر السيميوري حضراتكم بتعمله حاجة مهمة جدا وقلتها في الكلام دلوقتي فكرة متعة العلم أو مسج اللعب بالعلم ودي حاجة مهمة جدا إن أنا أقدم الحقائق العلمية والاكتشافات والحاجات دي كلها بشكل طرفيه لطيف يوصل للناس مش بس الأطفال الموضوع ده إلى أي مدى الأطفال بيستقبلوه وعايز برضو أعرف من حضرتك ردود أفعالهم يعني إيه أكتر حاجة كانت شغلاهم الأربع مهمات اللي قاعدوا فيها دي أسئلتهم كانت عن إيه الولاد معظم الولاد ما كنوش عارفين خالص إيه لأمر السماعي وإزاي إيه هو فكانت حلو إن أنا جالي مدارس النيل مدارس النيل بيدرسوا شوية لطبيعة المدرسة في علمية متخصصة شوية لكن برضو ما كانوش عارفين اللي إحنا من الدولهم قالوا إن الحاجات دي كانت قد باليو بالنسبة لنا وإن إحنا تعلمنا حاجات جديدة علم الاستشعار إلى حد كبير يجايد يكون علم الفضاء نستعرفه الاستشعار لا مش كتير الاستشعار من بعض المصطلح نفسه مختلف هو الاستشعار عن بعض أو الاستشعار من البعض بس لهم الاتنين صح الاتنين صح الفكرة إن تطبيقات العلوم والفضاء هو الاستشعار يعني أنا بطلق أمر صناعي ليه عشان أكد صورة الصورة دي بستخدمها في تنمية المجتمعية بستخدمها في الجيولوجيا في البيئة في الدراعة هي دي الكون ست اللي أنا كنت عايز أوصله خلي بيالكو إن إحنا مش بنتلق أمر صناعي بس عشان نتعلم تكنولوجيا بس إحنا يهمنا بلدنا بنستخدمه يهمنا بلدنا يهمنا إن إحنا عشان كده سميتها البحث عن معدن السكور الفكرة إن أنا هعلمك إيه الأمر الصناعي تكويناته وإزاي بيشتغل وإزاي بطبقه وبستفيد منه إزاي مش كلمة أمر صناعي وخلاص لا ده داخل في حياتي داخل في حياتي بالزبط وإن شاء الله نعمل برجل تاني وتالت ونفسنا نعمل ونتوسع في عدد الأطفال اللي تقتربت لي بحيث إن يبقى المجموعات كبيرة حقيقة الولايات بتبقى مبسوطة قوي بتسأل كتير عن إيه الأمر الصناعية طب إيه هي طب إحنا عايزين لو إحنا حبينا نطلع عروض فضاء طب لو إحنا حبينا نشتغل الشهر ذا تاني نعمل إيه كتير قوي طب شكرا دكتورة غادة عطى يوسف رئيس شعبة التدريب العلمي بهيئة الاستشعار من البعض وده المصطلح اللي إحنا كنا مستغربينه وإحنا كنا فاكرينه عن بعض لكن هريك صلحت لنا المصطلح شكرا جزيلا لبودك معنا نورتينا وشارفتينا شكرا جزيلا دور مهم جدا بتعملوه للثقافة العلمية وللأطفال شكرا لك يا منا نورتينا النهاردة صادق لبودك معنا جدا في صباح الخير نورة بيك نورة بيك